ناقش حزب وحماة الوطن مشروع قانون تعديل ببعض أحكام القانون لرقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك في إطار الحوار الوطني جاء ذلك خلال ندوة تناولت القانون من بين متطلبات الأمن القومي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله والشائعات هذا الصندوق يعني أنا أقول الدخل لقناة السويس بالكامل بيخش للموازنة العامة للدولة ولكن هذا الصندوق التفكير في إنشاؤه بهدف أن تنمية قناة السويس بالإضافة إلى أنه موجهة الظروف وتحديات التي قد تواجه القناة يتم الصرف منه إنشاء صندوق ده علشان يزيد موارد قناة السويس لمحتمل في أي وقت تعرض القناة لأي أزمات خاصة بتشغيل القناة يبقى القناة تقدر تصرف وتشغل نفسها من خلال مشاريع محتاجين فعلا مشاريع واستثمارات ضخمة جدا طيب يعني كان إحنا النهاردة في الصالون السمنة للصالون لتلات محاور المحور الأولاني كنا بنعرف الشائعات وبنقول هي زي بتؤثر على المجتمع المحور الثاني أخذنا كثير من التشريعات التي في الفترة الأخرانية ديت اللي هي أثرت بشكل ما أو آخر وكان فيه نوع من أنواع الشائعات واللغة الكتير اللي كان عليها وأخيرا كان المحور الثالث كان ليه علاقة بالجزئية أن إحنا إزاي نبدأ نجابه الشائعات ديت سواء تشريعيا أو مجتمعيا كلمنا عن الدور المجتمع لمكافحة الشائعات والدور الديني وإزاي المؤسسات الدينية تقدر تكتمل في هذا الدور باعتبار أن أحد التأثيرات من خلال نشر الشائعات هو تفكيك المجتمع المصري والأسرة المصرية فبالتالي مجابهة هذا الدور من خلال المؤسسات الدينية أمر لابد الإشارة لي حيث الصالون كان بيحمل كثير من المتحدثين كل في المجال واللي قدر يسري محوره بلا شك علشان نقدر نقدم وجبة توعوية يقوم بها حزب حماية الوطن ونقدر بيها نكمل مسيرة التوعية من خلال محافظاتنا وشوارعنا وكل السادة النواب الموجودين